اصابة شخصين بجروع خطيرة في مترو فيينا اوبان اربعة اثناء تصوير مقطع تيك توك وده كان ابطاله طبعا اربع شباب اللي صعدوا فوق سطح المترو وهم بيصوروا دخلوا في نفق واثناء دخول النفق طبعا هم يمكن كانوا محظوظين لان المترو بتم تشغيله بكهربا سفلية مش كهربا علوية ولكن اصطدموا بالنفق وشايف الموضوع ده عملية الاستهتار يا فين الكاميرات اللي مراقبة فيها المحطات المترو كيف وصلوا انهم يصعدوا على المترو ويتنقلوا بين محطات مختلفة وده ممكن عمل ازعاج في الشارع مصادفة انفو جراد رحنا نصور هناك طبعا وكان طبعا موضوع سريع الاستجابة منك يعني شيء 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 رهيب ولكن الشارع الشارع مريه هلف توقف تماما زحام في الوتويسات زحام في الاشتراس يعني حادث رهيب للغاية انا رح هنحاول نستارد مقطع جزء من الفيديو هذا احنا نشرنا طبعا يعني حصلنا عليه بصراحة تم تداوله بشكل كتير كبير على مواقع التباصل للاجتماع وحتى هو محظور جزئيا نحنحاول نستارده ولو بشكل سريع شوي بحيث انه نحن ما نسبب لأي مشكلة في البس وفي الفيديو عننا رح نحاول لكن نخطه بشكل يعني شيء شيء يعني مخيف بصراحة الفيديو كتير ناس اللي شافوه ما رح نستارده اكثر من ذلك لانه بعد هيك بصراحة بشكل خطير ما رح نستارده فعليا فستاذة مضوح فعليا شيء مرعب يعني شو هالجنان يا سيدي الكريم ما هذا لجنان اللي بيخلي اللي بيخلي اشخاص بيقوم بهالحركات هاي الجنونية هاي الحركات الانتحارية يعني انا لا اعتقد بصراحة انه هن شبين تشيكي واثنين مساويين اعتقد يعني هن اللي يعني صار معهم او عملوا ونفذوا هاي الجريمة بحق انفسهم يعني تحت اسم تحدي تيك توك تحت اسم تحقيق مشاهدات تحت اسم تحقيق ارباح ما ورشو هالارباح اللي بتيجي من هالتك توك هالبصرات شيء جنوني يا راجل شيء جنوني بشكل رهيب بشكل رهيب يعني فعلا انت المنطقة المحطة كانت مغلقة لابدت تقريبا لساعتين تقريبا اعلقت يعني شومبرون انخبط هو ماشين على الميترو وقفين بالعكس انتخبط يعني هيك الخبطة اجت على هذا مستقبل هذا على الاقل انشل يعني هذا على الاقل اللي تلقى هاي الضربة الله يحميهم يعني بصراحة خليهم لأهلهم يعني بس شيء موسف شيء كارثي شو هالجنون هاد شو الجنون مع الاسف هؤلاء نسميهم ضحايا التوك توك ومنهم كتير وطبعا في ضحايا السيلفي هلا صارانا ضحايا التوك توك تحت اسم تحديات تحت اسم كذا بس صراحة صراحة شيء كارثي شيء مصيبة يعني ما فينا نقول عنه غير هيك ندعو ندعو الذين عندهم هذا اللجنان وبنشوف كتير من بالشارع الراجل اليوم من زيل عاش تيفان بتلاقي سوريين وعراقيين وفلا عم بيرقصوا وينطططوا قدام هالكاميرات والتليفونات تحت اسم تحدي تحت اسم كذا يعني مع الاسف الشديد هذا التطبيق كارثي تطبيق التوك توك يا سيدي الكريم تطبيق كارثي بكل ما تحمل الكلمة المعنى أنا لو تسألني شخصيا أنا أتمنى أن يحضر هذا التطبيق في أوروبا أتمنى أن تصل السياسة الأوروبية لأن تحضر هذا التطبيق على المستوى الأوروبي رح ترجع الأمور لنصابة الإعلام رح يرجع على مكانه الصحيح اليوم تيك توك خرب الإعلام خرب المحتوى خرب كتير أمور اليوم بصراحة في حال ألغي على الأقل ما بنشوف مشاكل ومصائب من هذا النوع طبعا وزد على ذلك أكثر من ذلك مشاكل اجتماعية هاي الشهرة السريعة الشهرة اللي بدون أي جهد بدون أي شي اللي بتقدر تجيك تحت اسم تقديم معلومة ومساعدة وكذا وكل يعني كتير مع الأسف اللي بطلعوا بأدموا معلومات ومن نمسا بنعرف كتير منهم بأدموا معلومات تحت اسم أخبار وكذا مع الأسف يا بتكون منقوصة يا مبالغ فيها يا كاذب يا غير حقي نعم كاذب